ومن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني واني يعني مش قادرة يعني اعبر بالكلمات عن الشكر والامتنان للي احطنا به من عناية ورعاية في انا وجميع الموسيقيين والمرافقين وانتوا حسيتوا بكده كمان وبعدين دعانا كلنا العزومة حضر فيها اعضاء البيت الملك والوزراء وسيداتهم والفنانين والموسيقيين والمرافقين كلهم فدي لفتة يعني كلنا يعني نشكر عليها ومش قادرين كمان نقدم الشكر اكتر فان بحضرتك في المغرب زورتي ناس كتير واختلطتي بناس كتير يعني دعوات كانت كتيرة قوي انا عايز اعرف ايه الحاجات لعجبتك او الحبتيها في الناس انا اعجبني هنا اكتر ما اعجبني هو اولا ثقافة المرأة المغربية مسقفة جدا ومحافظة على العادات الجميلة اللطيفة بتاعتهم في الملبس الملبس الحشمة لدرجة دي انا اول حفلة لبست الافطان بتاعهم ده وغنيت بيه وعجبني جدا ايه كانت مفاجأة لينا واحنا نزلين من المطار جينا نتفرج على الحفلة نشوفها لانا حضرتك لبست الافطان هو انا الحقيقة حبيته لانه اولا حشمة ولطيف ويعني من الحاجات اللي تحتفظ بها تقديمة حلوة محببة للنفس والنظر وكل حاجة غير الملابس طريقة الاكل الاكل هنا طريقته لطيفة جدا ان الواحد يغسل ايديه في الاول وبعدين يأكل بايده حاجة لطيفة اوي وبانما ما يتعداش الاكل الثلاث صوابح ثلاثة اوي يعني مثلا تقولي ان اكل كده بايدين لتنين لا هيبقى اوي حضرتكالسي طول الوقت بالثلاث صوابح ما انا متعودة علي كده احنا ببلدنا كنا بناكل بايدينه انا مش حاجة غريبة علي ابدا احنا كلمنا عن الملابس وكلمنا عن الاكل في حاجة تانية اللغة اللغة المغربية اللغة المغربية هي عربي فضيح بس يمكن اللهجات هي اللي بتخليها غريبة شوي زي اي فن يعني حضرتك يعني مثلا حاجة زينة زينة يعني حلوة يقولك عليها مزيان وبعدين يقولك كثير يعني كلمة اسمها انت لازم عارفها انا عارفها بالزاف بالزاف يعني كثير كنت بس مع حضرتك بتقولي برضو للناس لباس على الدراري لباس بالدراري ولا على الدراري لباس يعني ان شاء الله تكون بخير ما هو لا بأس يعني برضو لا بأس عليك يعني برضو بالعرب الفصيح بس هم يعني لهجات زي عندنا اللغة الصعيد عندنا زي مش زي لغة بحري او لغة الشرقوة يعني هي لهجات لكن كلها لغة مشتقة من اللغة الفصيحة عربية بس هم يعني اخيرا تحب تقولي ايه للناس للشعب المغربي وللمستمعين المغربة قبل ما اقولي كده انا بقى لاحظت ان في الموادن هنا يعني شكلها جميل جدا مربع وبعدين شفت انا مدنى في الرباط في الرباط ومدنى في مراكش نما دولي اللي في مراكش من القرن السادس عشر القرن السادس اه انما منظرهم جميل جدا يعني مختلفين عن الموادن بتاعتنا كتير ومن الحاجات كمان اللي لفتت نظري زفة العروسة هنا زفة العروسة؟ اه كانوا بيقولوها بيقولوها في كل ما نروح في بيت في الاخر يقولوها وبعدين يزغرتهم فقلت لهم ايه قالوا دي زفة العروسة زفة العروسة ايه هنا اللهم صلي عليك يا محمد حاجاتي لطيفة جدا من اروع ما يكون ده اه يعني انا ملاحظة ان حضرتك استمتعتي بالزيارة هنا فان فعلا انا يعني جعب المغرب اسرني بعوطفه وبحسن استقباله وبكرمه وبعطفته نحن ومصر بشكل لا يوصف والحمد لله ان شعب العرب كله متحد مع بعضهم ام كلسوم حبت الشعب في المغرب زي ما الشعب بيحبها وفاتت الايام الجميلة وفاتت فعلا احلى لحظات العمر زي ما كانوا الناس في المغرب بيقولو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة